مو هل قد بالامثال آني مو هل قد بالامثال تبطيني مثل واشربين شطة دا تغشيشني تاري باوع ما لنا خدتي اتي فوزي بزودك واني حتى ذا عرف المثل ما اعرف القصة ما تهس شلو المثل شلو المثل ما ادرك امي 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 روح يم امي تمام ارجعلك روح يم امي ما تعرفين ولا مثل لا حقا تمام ايوم همسة اي شو تريد اقولك مثل وقصة المثل وقصة اي اكو يعني امثال ما تخترني يعني كل القصص المرتبطة بالمثال بس يعني حاليا المثل المشهور عندنا بالعراق احاتي تشيابنتي واسمع تشيابنتي همزين ما عندي تجناني يعني دايما العمه حسب ما معروف عنه انه يعني الضوج او اضغار من تشنة فش سوية ما تريد يعني توجه لها الكلام مباشر فتحشوية بيتها حتى تسمعها لتشنة انه بس بطريقة غير مباشرة اي حتى مثل يقول نجار وبابا مخلوعة النجار بابا مخلوع اي بس القصة معناتها يعني هو ابو المهنة بس بيتها مخلوع بابا يعني اوضح لتشياء القصة لو قدت لدينا انت تكمل ليها صح يعني انا هذا اللي بالي بس اي شوني القصة التاذة تعرفها انا عرف بصيروه شون لعد انا قلت لك بس المثل انا قلت لك بس المثل نجار بابا مخلوع اي اعرفنا المدل بس اي قصة المثل قصة المثل والله الصراحة مبالي مبالي اي 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 لاحظ هس مثل ستنة العزيزة اوكي اهنانا لا اه ما اكو اشرب شطي اشرب شطي بيبسي 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 بس اخليواها مايونيز وكتشب وخبطة اي 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 ارموك قبال انسحب لا انسحب انسحبين انسحب متاقدين هدية لا لا اخليها الغيري اه ما كان المثل اه مثل ماذا اذكره اعجل امثال شتيقع عشرسم طيرين طيور بعد اخري شغلته يا رفيا مرحبا اشترك